انتلقت أولى جلسة الحوار الاقتصادي المتخصص بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق ناقشت الجلسة والسيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم ورقبة على الأسواق وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ذلك بمشاركة عددين من ممثل الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي واستعرادت عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي للخروج بتوصيات لتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الرهنة وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني كما تتواصل الجلسات على مدار أربعة أيام لمناقشة محاور التضخم وغلاء الأسعار ودين العام وعكز الموازنة وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية ذلك استجابة لدعوة رئيس عبدالفتاح السيسي